ميليشيات الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار مستهدفة للأحياء السكنية ومواقع المقاومة في مدينة الحديدة والجاح مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أكد أن الميليشيات الحوثية أطلقت النار بكثافة بالمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة صوب الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة ونفذت محاولة تسلل انتحارية فاشلة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنع والخمسين أضاف أن قناصة الميليشيات الحوثية المتمركزة في أسطح منازل المواطنين تطلق النار بكثافة صوب الأحياء الشرقية ومواقع المقاومة المشتركة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة كما أطلقت قديفة هاون صوب الأحياء الشرقية للمدينة وأشار إلى أن بقايا جبل الميليشيات الحوثية أطلقت النار من أسلحة الرشاشة عيار 14.5 صوب قرى المرازيق ومزارع النخيل في وادي الجاح كما أطلقت نحو عشر قدائف هاون صوب منزارع النخيل ومواقع المقاومة المشتركة في الجاح